اهلا بكم ميلا موجزي اخبار الان انتهت الجولة السابعة من مباحثات السلام السورية بجينيفا الجمعة من دون حدوث اي تقارب في المواقف بين وفدين نظام الاسد والمعارضة بشأن مكافحة الارهاب والانتقال السياسي وقال نصر الحرير الذي يقود الوفد المعارض ان المعارضة قدمت تفاصيل رؤيتها السياسية حول الانتقال وقال ان الانتقال السياسي هو الطريقة الوحيدة لمحاربة الارهاب حققت قوات سوريا الديمقراطية تقدما في معركتها ضد تنظيم داعش في الرقى بالسيطرة على حي البتاني شرق المدينة وقال مقاتل بالقرب من الارميلة ان التنظيم يستخدم سيارات مفقخة يقودها انتحاريون لوقف تقدم قوات سوريا الديمقراطية في معقله من جانبه قال عبد الرحمن ان الارهابيين يبطئون تقدم قوات سوريا الديمقراطية في اجزاء اخرى من الرقى ومنها المدينة القديمة قال البيت الابيض ان الرئيس الامريكي دونالد ترامب تحدث هاتفيا اليوم مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز حيث بحثا الجهود الرامية لحل الازمة المستمرة منذ نحو شهر بين قطر واربع دول عربية جاء الاتصال الهاتفي عقب زيارة قم بها وزير الخارجي الامريكي ريكس تيلرسون الى المنطقة قال وزير الدفاع الامريكي جيم ماتس انه لا يستطيع ان يؤكد او ينفي قتل زعيم تنظيم داعش ابو بكر البغدادي عقب التقارير التي وردت من سوريا بانه قتل وضف ماتس ان الولايات المتحدة تفترض انه حي حتى يثبت عقس ذلك وهو ما لا يستطيع اثباته حتى الان من جهتها ذكرت وقالة الانباء الفرنسية في نبأ عاجل ورد منذ قليل ونسبته الوقالة للبنتاجون ان القوات الامريكية قتلت زعيم تنظيم داعش الجديد في افغانستان من دون ان تدلي بمزيد من التفاصيل ويمكنكم مشاهدين متابعة التفاصيل في نشراتنا وموقع اخبار الان حين ورودها اكد مصدر امني بمحافظة صلاح الدين ان قوات عراقية مشتركة شنت هجوما جديدا لاستعادة قرية الامام غربي الواقع شمال شرقي الشرقات والتي احتلها داعش منذ نحو عشرة ايام وبحسب المصدر فان القوات حققت تقدما كبيرا لاستعادة القرية التي تتداخل فيها عدة قرى صغيرة على اطرافها اسفرت سيول في شمال شرقي الهند عن مقتل ما لا يقل عن ثلاثة وثمانين شخصا وافضت الى نفوق ثلاثة من حيوان وحيد القرن النادر في متنزه وطني يوجد به اكبر عدد من هذه السلالة في العالم الى اللقاء اشتركوا في القناة